بسم الله الرحمن الرحيم عن انطلاق الجمعية الاهلية لمكافحة كورونا التابعة لجمعية النوائرات الخيرية ومعنا اليوم الدكتور علي سامي الدولابي رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الاهلية لمكافحة كورونا وهو حائز على بكالاريوس في الطب وبكالاريوس في الجراحة من جامعة شيان في الصين دكتور علي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك مصطفى عزيزي أطيك العافية أهلا وسهلا بك شلون تأسست الجمعية الاهلية لمكافحة فيروس كورونا بسم الله الرحمن الرحيم تأسست اللجنة الاهلية لمكافحة الكورونا التابعة لجمعية النوائرات الخيرية بعد اجتماع مستعجل عقد في فترة سابقة من هذا الشهر عقدتها الجمعية الخيرية لأعضاء كانوا مشاركين في حملة وعينا شفاؤنا ولممثلين من مؤسسات القرية الرئيسية أو ما يسمى بالرسمية تم تشكيل هذه اللجنة بشكل مستعجل بعد تداول بعض وسائل الإعلام عن سوالف جنوسان وأن فيها مثلا طلعت فيها كذا حالا فبغض النظر من صحة الكلام أو من عدمه ارتأت الجمعية الخيرية تشكيل مثل هذه اللجنة فقط لعملية أن يكون في جانب توعوي ثقافي ووقائي وأيضا تتخذ بعض الإجراءات اللي ممكن تساعد في أبناء القرية ودعم أبناء القرية للتخلص من هذه الأزمة وللحيلولة دون دخول أو تفشي المرأة ولكن شنو السبب اللي خل نويروت تسارع لمثل هذا الفعل لمثل تأسيس هذه الجمعية فحين نحن نشوف أن القرى الأخرى لحد الحين ما أسسوا جمعيات يعني لمكافحة الكورونا الشيء الأساسي واللي خل الجمعية الخيرية تقوم بخطوة مثل هذه هو أولا خوفها على أبناء القرية من تفشي مثل هذه الأوبئة أو الأمراض في الأوساط هنا اثنين تماشيا مع الحملة الإعلامية وعينا شفاؤنا التي تهدف لرفع مستوى الوعي والثقافة للإلمان بمختلف الجوانب عن المرب وطرق الوقاية منه صحيح هناك قرى أخرى وجمعيات أخرى ما قامت بمثل هذه الخطوة في مناطقهم وقراهم ولهذا فإن هناك إشادة إلى الجمعية الخيرية في مثل هذا التصرف وفي مثل هذه الخطوة المباركة ونتمنى إن شاء الله إن هذه اللجنة اللي هي اللجنة الأهلية لمكافحة الكورونا توصل إلى هدفها ومبتغاها لجعل المجتمع عند إلمان بالجانب الوقائي من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الفيروس اللي هو فيروس كورونا بشكل خاص كيف كان أقبال أهل القرية على التطوع في اللجنة؟ أقبال ممتاز ولله الحمد كان هناك مسج مستعجل إن زين فيه أرقام مال اللجنة الأهلية وأيضا من أراد التطوع والمشاركة في أي عمل تطوعي في هذا الجانب إنه يتواصل مع هذه الأرقام تم إنشاء قروب على الواتساب ضفنه في هذه الجماعة ويعني هناك عدد فوق الخمسين نفر قد يكون العدد الموجود عندنا حاليا عدد قليل مقارنة بسكان القرية لكن أيضا لا تستصغر هذا العدد لأن هذه المجموعة هؤلاء المتطوعين قادرين على القيام بالمهام كلها إلى اللجنة الأهلية وإن شاء الله توصل هذا المركب يوصل إلى البر اللي يبونا وتكون العملية على أكمل وجه شنو النشاطات الأساسية اللي تقوم فيها اللجنة هو سؤال جوابه مطول نوعا ما لكن أحاول أختصر الإجابة هناك بعض الأنشطة قامت بها الجمعية أو اللجنة وهناك أنشطة ستقوم بها إن شاء الله الأنشطة اللي قامت بها هي عبارة عن تعقيمات دورية كل يوم صبح وليل تعقيم إلى واجهة المحلات التجارية إلى الأزقة إلى مقابض البيبان أيضا هناك عملية نشر إلى بوسترات توعوية من جهات رسمية كوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن طريق السوشيال ميديا وأيضا عن طريق طباعتها وتوزيحها على المحلات التجارية أو لصقها في بعض مناطق القرية كالمساجد مثلا إضافة إلى ذلك وتحت شعار اقعد في بيتك اللجنة وفرت فريق تموين لتوصيل الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي القرية من مناطق محددة في القرية السوبر ماركتات وهناك أيضا أنشطة للجنة في طور التنفيذ وأيضا في طور الإعداد مثل تدريب المتطوعين من قبل شخصيات مختصة عد نهني في القرية عن قواعد الأمن والسلامة في العمل وأيضا كيف أحمي نفسي أو أقي نفسي عندما أكون أعمل في العمل التطوعي إضافة لذلك تقوم اللجنة بدعم إلى بعض الأسر المتضررة والأسر التي لا تستطيع تلبية أو توفير المعقمات في هذه الفترة عن طريق توفير مثل هذه الأمور من معقمات من أدوات كمامات قفازات ما إلى ذلك من الأمور اللافتة للنظر هي أعمال التعقيم اللي قمنا نشوفها كل يوم في داخل القرية وحتى خارج القرية كلمنا أكثر عنها هذه العملية أو عمليات التعقيم في الفترة الصباحية تكون إلى واجهة المحلات التجارية على مستوى القرية ككل وإضافة لذلك اللي هو يتم عملية التركيز على مقابض الأبواب في المحلات التجارية إضافة لذلك عندنا التعقيم الليلي المكون حاليا من فرقتين سابقا كان فرقة الآن صار فرقتين كل فرقة مكونة من أربعة أشخاص هؤلاء الأشخاص يرشون طرقات القرية المحلات الأبواب يعني يمرون على الأزقة هنا في القرية ويرشونها بشكل كامل يتم عملية الرش هذي باستخدام مادة الكلور المخفف مع الماء طبعا بيكون الكلور بنسبة 5% تقريبا في الماء وتم عملية الرش هذي أيضا مع الأخب بعين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة في اللبس في العمل قبل وبعد العمل بالإضافة إلى التعقيم وغيرها من هذه اللوازن كما يتم عملية إرسال عن طريق السوشيال ميديا كتوجيهات إلى الأهالي أثناء عملية التعقيم أنه مثلا لا تكون قريب من المعقمين هذه المادة المعقمة حاول إنها ما تجعلك سواء على عينك أو على جلدك مثلا أنه ابقي أطفالك بعيدا عن هذه المنطقة أثناء هذه العملية لا تكتفي إنك تكون متفرجة أو ما إلى ذلك يعني خلهم هم يعملون وأنت نصرف إلى عملك كذلك و الله يحفظنا جميعا من كل الأوبئة هل عندكم تنسيق مع وزارة الصحة البحرينية؟ هناك كان فيه تواصل رسالة رفعت إلى الوزارة وأيضا عن طريق الجمعية الخيرية وهناك أيضا تواصل كان بالاتصال إلى اللجنة الأهلية أو اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا الموجودة الحاليا القائمة بهاي الأمور ويمكن بسبب تعرف الظروف الراهنة لم يكن هناك تواصل أو رد لكن أيضا الوزارة قامت بدورها بشكل رسمي بالتواصل مع رئيس اللجنة وأخبرت أنه محتاجين عشرة أسماء من القرية حق يقومون بدورة تدريبية يعني بدشون دورة تدريبية انرفعت هاي العشرة أسماء من المتطوعين من بينهم أيضا نساء وننتظر إن له تدريبهم في يوم الأحد القادم اليوم سمعنا أن فريق التموين بدأ بالعمل خبرنا عن سير العمل وعن أي صعوبات واجهتكم سير العمل طبعا طريقة بسيطة غير معقدة أن فريق التموين موجود في مقر الجمعية الخيرية يستقبل الأوردرات عن طريق الواتساب من الأهالي بمجرد عملية الاستقبال إلى هذا الأوردر يقومون يتيبونه في الكمبيوتر وطبع بيل أو طبع مثل ما نقول رصيد هذا الرصيد يكون موجود عندهم أثناء عملية الاستلام والدفع بعد ذلك اتم عملية التواصل مع أشخاص معينين في المحلات التجارية المذكورة في إعلان فريق التموين بعد ذلك في شخص مجرد أن هذه الأدوات والأغراض موجودين بارزين يعني الجهة الثانية برزتهم المحل التجاري برزهم يقوم للدريول أو السائق بالذهاب إلى المحل التجاري استلام هذه الأغراض توصيلها إلى الأهالي استلام المبلغ وفي النهاية اليوم يتم عملية المحاسبة بين الفريق وبين المحلات التجارية طبعا كل ذلك وفق قواعد معينة وتوصيات معينة من اللجنة الطبية حيث أن يجب على كل فرد يقوم بعملية التوصيل أو التواجد في المحلات التجارية أو حتى في المركز في المركز مقر الجمعية أثناء استلام الطلبات يتحتم عليه التعقيم بين فترة وأخرى لبس الكمام لبس القفاز المحافظة على بعض التوجيهات الأساسية مثل ترك مسافة بينك وبين الآخر عدم التجمع إلى أكثر من خمسة أشخاص العائق الوحيد اليوم اللي واجه فريق التموين أمانة هو أن الناس ما فهمت على فريق التموين في عملية أو طريقة مالة في سواء استقبال الطلب أو إرسال الطلب وأيضا طرح كثير من التساؤلات من قبل أهالي القرية هناك فيديو توضيحي راح يطلع في الأيام القادمة والساعات القادمة يجيب على كل هذه التساؤلات ويوضح كل هذه الأمور حق تكون الصورة واضحة إلى الجميع أحسن دكتور الحين للجنة الأهلية تقدم كثير من الأنشطة والأعمال اللي تسهم في التخفيف من انتشار المرض شنو رايكم في الأهالي اللي ما زالوا يخرجون يتجولون بدون داعي شنو رسالتكم ليهم أولا أنا أشيد وأثني على هؤلاء المتطوعين اللي يقومون بعمل جبار في القرية من تخصيص وقت ومن بذل جهد في سبيل شنو؟ في سبيل خدمة أبناء القرية وفي سبيل الوقاية من هذا المرض إذا هم قاعدين يساوون هذا الشيء يمكن مولا نفسهم يمكن لعوائلهم يمكن لأحبتهم وأصدقائهم في القرية يمكن عشان الحياة ترجع من جديد في يوم من الأيام في النواندرات وأفضل من قبل فأيضا أنت عزيزي يمكن أن تشوف أن الوضع ما زال عادي وأن كل هذا مبالغ فيه هذا ليس مبالغ فيه تخلي يكون عندك شوي قدر من المسؤولية الخوف على نفسك على عائلتك التزام بتوجيهات العلماء التزام بتوجيهات المختصين في هذه الفترة الراهنة عشان نقدر نعبر هذه الفترة بأقل الأضرار أقل أقل الأضرار الله يحفظ نواندرات وأهل نواندرات ويحفظ المجتمع البحريني والمجتمعات العربية والإسلامية جميعا من كل الأوبئة والأمراض كل الشكر نقدمه لجهودكم المخلصة وإحنا نشد على إيادي كل طبيب وكل متطوع قاعد يساهم في حماية أهل بلده وقريته ونبارك ليكم مولد أبطال كربلاء عليهم السلام والله يعود نوياكم في حال أفضل وفي اجتماع مع الأهل والجيرة تسلم أستاذ مصطفى على الاستضافة الطيبة الله يبارك لنا وإياكم إن شاء الله متباركين جميعا بمولد أبطال كربلاء والله يرفع عننا هذا البلاء ببركتهم إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا ويغطيكم ألف عافية